اغتال مسلحون مجهولون صباح السبت القيادي البارز في حزب التجمع اليمن للإصلاح والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز ضياء الحق الأهدل وسط المدينة وقالت مصادر المحلية إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الأهدل بعد خروجه من منزله في شارع جمال بقلب مدينة تعز ما أدى إلى مقتله وتشير المعلومة الأولية إلى حدوث عملية الاغتيال أثناء مرور الأهدل وسط الشارع دون حماية وأفرار الجناء نحو جهة المجهولة ويعد الأهدل أحد أبرز قيادات حزب الإصلاح والمقاومة الشعبية ومسؤول مرف المعتقلين وأحد أبرز الشخصيات في المقاومة الشعبية بتاعز